اهلا اخواتي كديرين لباس عليكم كنتمنا تكونوا باخير و باحوال جهيدة كيف ديرين مع شهر رمضان كل شي مزيان الحمد لله اليوم ان شاء الله غدا نبرتجي معكم واحد الفطائر على شكل وردا كيجوزوينين في شكل وفي الماداق صراحة غزالين كنتمنا انكم جربوهم حشوة اللي هي الليضة والعجين اللي زوين ومقرمش يعني صراحة العجين رائع وغيرنا على المعتاد يعني الفطائر اللي كان نستعملوا دائما اللي كان عرفوا لشكل ديالهم هادوا على شكل ديال وردا يعني بشكل مختلف تماما نجو عندكم هكا الضيوف تقدموهم لهم يعني بشكل مغاير وكان بي نرحبك على البنات اللي عندي في القناة وبنات اللي عندي نضمو جداد كنقول لكم ما تنسوش تضغطوا على الزر احمل الاشتراك وتفعلوا الجرس باش تبقعوا توصلوا بكل ما هو جديد ان شاء الله وده بغادي ندوزو باش نشوفوا المقادير وطريقة تحضير كما كتلاحظوا عندي هنا مكونات عندي نسكة ديال الزيت زيتون عندي ميتين وخمسين جرام ديال صدر الدجاج كي بقى اختياري وعندي جوج البصلات مشلطين القليل من هاد الهريسة الحارة اختياري احتها هي يعني ماشي بالضرورة وعندي البصل الاخطر قطع والجزر محكوك والقرعة محكوكة والفلافي الالوان يعني الاحمر الاسفل الاخطر اكل كله مرعا في هاد الالوان وعندي ثلاثة ديال القطع ديال الفرماج هاد هو اللي كيزيدو لده لهذا الحشوة هادي ومعدة قصوين وعندي زنجابيل فلفل اسود او الابيض اختياري كوركم توم بودرة والملح هاد هم المكونات اللي غدي نستعملو هادين ده بندوزو لطريقة التحضير اختيت مقلة وضعت على النار ضفت زيت سيتون وعندنا نوضع البصل يعني هاد المكونات تقريبا هاد الخضر رام تواجدين بكل بيت يعني ما الانسان مخصوش يعقد راسه خاصة تيكونوا الفلافي الالوان يعني كليكم تستعملو غير لون واحد وبدل الدجاج يمكن لكم تستعملو غير الخضر اللي ما يبعيش اللحوم او اللي ما توفراش عنده هاي الخضراء ومع الفرماج راح كتعطي مضاق زوين غير هو القطع دي الفرماج يعني كنصحكم بهم لانه ممثر ديال هاد الوصفة هادي والمضاق اللي كي يجي زوين وضعت قطع الدجاج والبصل الاخضر احته هو وففلاء الوان احتلنا نخلط هاد المكونات كاملين مع بعضهم احتيد بالولية ونساجم ليا نحسب المكونات عذا التنساج معادة نضيف القطع ديال الفرماج يعني في الاخير وده بغى نوضع التوابل اللي هي الكوركم فلفل فلفل اسود الملح توم والزنجبيل هادو هما المكونات اللي وضعت واللي بغي هكا الالوان ممكن اللي يوضع مع القطع ديال طماط المركزة انا ما بغيش نوضعها يعني بغي تخلي الطبق هكا كي يبقى صحي اكثر ولي دائما كتظر لنا على الصحة وفعلنا البنات والله العاطم ما تشيو لك يخلع لانه الماكلة خاصنا نعرفو شنو كان ناكلو والمراهي اللي راها يعني المسؤولة في المطبخ يعني على الصحة ديال العائلة كاملة تقريبا مادم احنا اللي كان نطبخه في المطبخ هو ولداتنا كياكلو اذا احنا المسؤولين احنا اللي نعرفو شنو نعطيوهم وينوضعت الخضار المحكوكا واللي عندكم الاولاد راها ما كيلاحظوش هاد الخضار راها كي يدبالو مكيبقوش يبانو هدي فكرة زوينا وغادا تعجب الوليدات المضاق ديالها معدك الفرماج كي اعطيو حد لده وغادا نبقى نخلطها كفل في هاد المكونات مع بعضها بالاخير من بعد ما دولات لي الخضراء وبكشي ساجم بزيط القطع ديال فرماج المربعات وهم لي متوفر عندكم واكيد هاد القطع ديال فرماج المربعات كي يكون الاد وغادا نحاول هاك ندخلو مع الخاليط يعني كي يجي في حالة شديري اللي الكريمة وكي يجي الاد من الكريمة هاد الفرماج هادا قد لكم ان كلكم تعودوا اي حاجة بحاجة الا الا القطع ديال فرماج خاص ولا بد انهم يكونوا في هاد الوصفة هادي باش تيل ديدا وهنا راسا في يعني الحشوة ديالي جاهزة غدا نحطها جانبا تبرد وغادا ندوز دابا باش نحضر العجين عندي هنا 600 جران ديال الدقيق الابيض معلقة كبيرة ديال الخل واربع كاس ديال زيت الزيتون عندي ثلاثة المعالقة ديال يعني اللياو الطابعي وعندي قليل من الملح وخمارة ديال حلوة ساشي ديال الخمارة ومعالقة ديال سكر سنيدة والماء بارد باش نجمع بيه العجين وهاد المايز هاد الناشا ديال طورة غدا نستعملو التوريق ديال العجين يعني ما غداش نوضع في العجين وده بابديت كنوضع في المكونات الجافة مع بعضها يعني جميع المكونات وهاد العجين راه ما كيحتاج يعني للتل كل شي مجهود يعني غير نجمعوه لأننا غادين نخدموها يعني غادين نخدموه بمثلك باش نترحوا العجين وبعد الموضع ديال مكونات كاملة مع بعضها غدا نخلطهم وبعد عدا غدا نضيف في الماء واللي ما عندوش اليوغورط طبيعي يمكن اللي يستعمل الحليب يعني خاص ولا بده واحد إما الحليب أو يعني اليوغورط طبيعي يعني كنستعمل غير بهذا الشكل كنجمع بحل العجينة اللي يعود يعني ما عتها ديناكا كنتشوفوني كنعجم كنعجم غير في هاد يعني في هاد الإناء هذا محتاجاش ندير قطرية ودكشي لأنه كي ما قلت لكم هاد العجين ما كيبغيش تلك ونجمع ونحسوا بالعجينة دينا جمعات هكا ونساجمت مع بعضها صافي كافي وكنحطوها مني كننجنوها كنت نحطوها باش ترتاح دا بعد نجمعها من بعد ما حيتها من الإيناب صافي دابا دا بعد نخليها ونغطيها بالورق بالفيلم على المونتر ونخليها ترتاح شوية لأنه ما فياش الخميرة دي الخبز يعني غير الخميرة دي الحلوة فالهكا باش ترخف وقسختيت العجين وقسمتو القسمين جوج دي الكورات سرحت للأولى كي ما كتلاحظو خاصت العجينة تكون رقيقة تبقى الطبقة دي العجين رقيقة كي ما كتلاحظو كندهنة بالزبدة أنا را دوبت الزبدة وما نعرف شنو خليتها مدة قيتها جمدات خا ما كين شي برد زي ما هاد الزبدة اللي استعملت أنا البلدية بلدية بسرعة كتجمد وصافي ولويتها هاكا كي ما كتلاحظو وخبشيت الكورة للأخرى حتى هي نفس الشي غدا نديليها غدا نصرحها حتى هي مزيان ومن بعد ما انتهيتها يندهنة بنفس الطريقة بالزبدة وناخد هادك الرول اللول ونحطه وسط الأخرى صافي منوروليها نجمعها يعني كي تولي عندي شكل واحد أو على شكل سيغار ولا مهم شكل قولي لي هذا كثيغار نضحككم شوية البنات ليلة راني أنا عيانة ولكن ما ضغيت شاكا قلت ولو ضروري مبرتجي مع البنات شي حاجة هاد الوصفة هادية راني ما وجدتها هادك النهار في يعني حطيتها في في الفطار ديال شهر رمضان في الفطار اللي وجدت وقت لكم غدا نكبرتجي معاكم الوصفة راني سجلتها يعني فصل الفيديو سجلتها حطيتها يعني جانبا وهي هادي دابة كما كتلاحظو العجينة مكتما سرحتها وذك الشي اني كنتاهي هكا غصولة بودة ان العجين يكون ملقيق بالساف باش لعال يعني المؤهد الفطار يرجو زوينين من بعد ما ساليد هنت بالزبدة ودرت العجين الاخر اللي كان فصل منها وهذا اللي عندي يعني رول واحد ودخلته للتلاجة يعني تقريبا واحد من الساعة يعني يبرد شوية ما شيف ما شيف الكونجيلاتر ما غير يبرد شوية صافي ومن بعد خرجتو قطعتو هاكا قطع بحلا كنقطعو في شنيك كما كتشاهدو كيجي زوين وهد العجين كيجي مورق لانا يعني كما لاحظتو رولينا يعني ولا طبقات اولا اكيد كنستعملو الناشا يعني باش نستعملو بي هاكا في الخدمة وكلمقه هاك كنقطعو بنفس الحجم يكونوا متساويين بديلون شغلها هاضين بالساعة فهصونو كنو شوية رقيقوا حلية شكل هايدا باش يجوكم حجم واحد يعني ميجوش مختلفين يعني شي كبير وشي صغير ولي ما كيعرف شرا يمكن لي هي اعبر هكا انا غير عيني ميزاني يعني غير بعيني كنعرف القياس ما محتاجاش نبقى نعبر وهنا من بعد ما انتهيت وقعد ديت القطع ديوليتو العجين كنرش نشاء وكنسرح العجين كي ما كتلاحظو كي ما قلت لكم خاصوالها ببتت وقت استعملوها كالنعشا الى حسيتو بالعجين ديالكم ما بقاش مدة يعني قاسح لان مني كتد خلو التلاجة كي ولي مزيان انا كي ما قلت لكم اخليتوش مدة طويلة وغير شوية وخرجته شي مشكيل كنستعنو بالنعشا وهدي الحشوات ديالي من بعد ما بلد مبردات قولي الحشوات ديالي واش الحشوات ديالي النارها ديالك هدي ديالي ما عرش مني جاتقع طبعيش نمسح الفيديو يخلي هكا مطلوق وصفي كي ما قتلاحظو الكورة ديال العجين جات مقادة مني كتكم تستعملون مثلك حاول تديروها مقادة يعني جي شكل كورة ورا ساهلة اكيد در الكلكي عرفي صيبها هنا العجين ديالي كنقلب كي ما لاحتو كنديرو على شكل ديال متللات وكن نقلب العجين اللي من داير لتحت كندير شوية ديال الماء على الاطراف ديال العجين هادا كل ما باش تلصق ليه العجين مني نبغي نلصقها ملقاش صعوبة هات الحشوات يعني تخصها تكون في الواسط معي القادة ديال الحشوة في الواسط وكنشد شرائط يعني بتلات يعني لقنات بتلاتها ديال المتلات كنجمعهم الواسط في الواسط وكندنضغط هكا هلالعجين بزيان اللي جيتليكم تستعملوا الماء الماء لانها كيساعد في هذه المرحلة هادي كيلصق العجين ممكن لكم تخليوا على هات الشكل ممكن لكم تديروا على شكل ورده ذاك شي كيبقى على حسب الضوق وكنقلب هاداك العجين اللي بقى التحت كنقلبه الفق وكندغط هكا كيما كتلاحظو كنجبدو من التحت ديال المتلات وهنا راه تشكل عندي يعني تشكلات عندي ورده وغادا نعود معاكم باش شوفو بالتفصيل صراحة كيجو زويني انو المنادر دياله مراقي مختلف لانه معتاد يعني لشكل اللي كنستعمله مرباع ومدوار وهاد شي يعني هاد شي جديد وكنبقى هكا نرجع لاطراف ديال العجين باش نشكل العجين ديالي يكون على اه شكل متلات يعني حصلت هنا على متلات صافي غادا ندهن بشوية ديال الماء الاطراف ديال العجين زيان وكنحط الحشوة في الواسط وكنطلع يعني الرياس عفوان القناة ديال المتلات كنجمعهم في الواسط وكنضغط بصباع ديالي على العجين كل فتحة كنضغط عليها كنلاقيها مع الخرا وكندير واحد شوية ديال العجين كيكون فوق شايط باش هكا العجين ديالي يتبتم زيان وما يتحلش من يكونون طيبو وما تنسوش المالي انه هو اللي كيساعد باش العجين ديالكم يتجمع كما اكتليك من كلكم تحتفظوا تحتفظوا بها بهاد شكل هادا تهو كيجيزوين ولكي الوردة كيكون اجمل ناخد العجين كما لاحطوا اللي كيكون عندي في الاطراف هكا في جناب ديال المتلات كنطلعو وكنقعد وكنضغط علي من الجناب باش يولي عندي وريضة ما تشكل هادا وغادي نجيوكم احسن الى خليتوها شوية بردات وقصحت لكم العجين كتبت وكتجيكم اجمل من هاد المنظر هادا صراحة زويني كيجيو حتى العجين كيجي رائع والديد وخصوصا تلحو شو حتى هي زوينها مع ذاك اللي يعني الفرماج اللي وضعت فيها وكمقا نضغط هكا في الجوانب كما لاحطوا طريقة ساهلة وبسيطة بدون مجهود بدون يعني شي تعب اللي هكا كبير كبير يمكن لكم تحصلوا على هلا فطائر يكونوا زوينين ومختلفين كما كتلاحظو كم قوها كان قرصو فدوك جنيبات باش تشكل عندي وريضة كما كتلاحظو كم قرصو كما كتلاحظو كم قرصو كما كتلاحظو كم قرصو ما تكون رقيقة ما تكون تبقاش غليضة كما كتلاحظو كنزيد نرققها كنطوي هكا في شكل دياله كتولي على شكل متلات ونقلبها باش وغادا تبقى بحافظة لالفورما دياله كما كتلاحظو يعني ما كيوقعتها شي مشكل وكان استعن شوية ديال الماء كندهن الاطراف وكان وضع معي لقا هكا ديال الحشوة كنجمال اطراف ثلاثة انا عودت معكم معني هاد مرحلة هاتي شح مرة باش هكا يعني الوصفة يعني طريقة توصل وكنضغطها هكا في الجوانب هادا هو الشكل ديالهم غدا ندهنهم بشوية ديال الحليب وشوية ديال الخل واصفر بيضة يعني غدا نخلط الاصفر بيضة مع القليل من الحليب وقليل من الخل وزينتهم بوحد شاء هكا قطعة ديال الزيتون باش يعطوني واحد المنايضر بتحليهم اللون يمكن ليكم ماتزينوهم باللي بغيتو والجوز منهم سترتي شوية ديال القصبور مع الفرماج رشيتو لي في الاخير مني طاب وجوع لها تشكل هادا كنتمنى انهم يعجبوكم وما تنسوني شالبنات من لايك ديالكم وبرتاج باش القناة ديالي ان شاء الله تزيد القدام وانتلقوا ان شاء الله فيديو اخر